وبالختام عندي كلام لو نفتح كل ملف بمشكلة بالوطن ونحاول نبحث عن حلول أكيد نشوف أشد عقدة هو غياب تطبيق القانون وضعف متابعة الجهات المختصة وبما أنه اليوم إحنا دا نحجي على البيئة وتلوث أجواء العاصمة بغداد أول ما ننتبه إله هو الأسئلة التالية وين مؤسسات البيئة وين أجهزة المتابعة على محطات التوليد والمصافي الحكومية وين المتابعة على معامل الطابوق وين المتابعة على معامل مواد التبليط نبقى نسأل له كافي أكو مشكلة حقيقية بالمنظومة المسؤولة وهنا العلة وهنا الطام العظمى لو أكو قانون المواطن ما يلقي نفايات بشكل عشوائي لو أكو تطبيق للقانون ما نشوف معامل طابوق ما مستوفية لأحكام السلامة لو أكو تطبيق للقانون ما نشوف مواقع دفن مصحية متوزعة بشكل عشوائي وبالنهاية لو أكو تطبيق للقانون ما أصبحاننا بهالشكل تصبحون على وطن آمن في أمان الله